اشتركوا في القناة تحية الشعوب تحية شعوب الأرض المحبة للسلام وتحية مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة استنادا إلى حالة الاحتفاء والحفاوة والتصفيق الذي حظيت به كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى اللقاءات المتعددة التي عقدها مع قادة العالم الاحتفاء والحفاوة بمصر هو شهادة ثقة وشهادة في أن مصر تحظى بإرادة شعبية حقيقية وأنه هو بمثابة أيضا نهاية اللعبة لعبة محاولة التآمر على مصر ومحاولة إضعاف مصر بهذه الصورة التي شاهدناها جميعا بدأ البعض يتحدث عن عودة مصر إلى قوتها وهيبتها وشموخها حنائش بعض القضايا والملابسات والتفاصيل المتعلقة بكل ما حدث في الأمم المتحدة مع ضيفية السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد سفير أهلا بيك أهلا وسهلا يا فنم دكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور مصطفى أهلا بيك شكرا سيد سفير أولا موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ربما توقعه الكثيرون لأنه هو جزء من التنظيم الدولي للإخوان وتوقع البعض أنه على الأقل سيأخذ موقفا شكليا واستعراضيا في محاولة للتقليل من الرئيس السيسي وفي محاولة لدعم جماعة الإخوان داخل أهم محفل دولي وهو الأمم المتحدة منذ قليل كان معي السفير بدر عبد العاطو قال أن الخارجية المصرية هتصدر بيانا وإنها ألغت الاجتماع اللي طلبه وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية المصر لكن البعض يطالب بموقف أشد كيف يمكن أن نتعامل مع ما حدث؟ الحقيقة السياسة تقتضي في بعض الأوقات أمورا معينة تتناسب مع قدر الدولة التي تتصرف مصر بلد كبيرة وعلمت الناس الحضارة وكان لها باستمرار مبادرات تاريخية في كل مجال بالنسبة لهذا الوضع بالذات طبعا الناس لها حق تزعل وليها حق أنها تقول أعاوزين رد فعلة أكتر بس أنا شخصيا شايف أن احنا تعاملنا في المشكلة مع قطر بأسلوب حضاري وبأسلوب سياسي وبحنكة سياسية تتناسب مع الجهاز أو النظام السياسي المصري والسلك السياسي المصري الذي له تاريخ عريق في المنطقة ومصر أحد مؤسس الأمم المتحدة ولذلك تصرفنا مع قطر رغم قطر كانت بتعمل تمويل وبتعمل وشتيمة والقراضاوي لم تنزل مصر للمستوى واستمرت في المحافظة على الشعب القطري على العلاقات مع الشعب القطري لأن الحكام زائلون ولكن الشعوب باقية ولذلك تقديري أن ما حدث أولاً الرد كان جماعي من المجموعة العربية أو مجموعة الخليج بالنسبة لقطر وفرض على قطر ما أرادته مصر هذا هو الأسلوب السياسي الحكيم لا يجب مصر بطبيعتها حبيبتك كل والشعب التركي غير راضي والمنافس اللي كان بينافس في الرئاسة مترابل في مصر في تركيا إحسان أغلو اللي كان رئيس منظمة الإسلامية منظمة المؤتمر الإسلامي مترابل في مصر وبتكلم مصري أحسن مني وكان له هجوم فإحنا محناش من السفاهة إن إحنا ننزل لهذا المستوى الرخيص أنا تقدير الشخص طبعاً الخارجية المصرية لها تقديراتها وأنا ما عنديش المعلومات الكاملة في التوازنات لأن التصرف السياسي يكون مبني على توازنات وردود الفعل وهل من المصلحة إن أنا أدخل في مهاترات أنت خلاص الإخوان انتهت أنت رفضت وزير خارجية تركي وقبلت أن تلتقي بالرئيس